زميلي كريم برحب بك طبعا ويمكن بعد فترة غياب طويلة جونيور أجاية نجم النادي الأقل السابق واللعب النجيري ونجم سموحة بيعود مرة أخرى للملاعب يمكن ده أول لقاء له جونيور منذ فترة طويلة هنسأله بقى عن عودته وتقلقه مع نادي سموحة الفترة القادمة إن شاء الله جونيور إن فيرست شكرا لك شكرا لك إني سعيد جدا بعودتي والحمد لله أني قادر على لعب كرة القدم وقادر على القيام بأفضل ما أجيده الحمد لله عايز أسأله العودة بقى شايفها إزاي بعد فترة غياب طويلة عن الملاعب نعم أنا كنت مصابا لفترة طويلة كانت لحظة صعبة في مسيرتي وبعد عودتي بدأت بداية جيدة جدا استعدت مستوايا بشكل رائع وكل شيء صار بشكل طيب وأحمد الله أني عدت وأني في أفضل حال عايز أسأله عن مشاعره بقى بعد ما رجع وأول يوم رجع الملاعب ويمكن منصرف أنه رجع وأحرز أهداف سعيد بالعودة القوية لي دي؟ في الواقع فإن أول مباراة لي بعد عودتي من الإصابة كانت ضد الإسماعيلي وكانت عودة عظيمة لي لأني أحرزت هدفا رائعا وكنت سعيدا بإحرازي في هذه المباراة لأن الكثيرين اعتقدوا أني لن أكون قادرا على اللعب مرة أخرى أو أن أعود لمستواي لكن بفضل الله فأنا أشعر بأني أفضل وأقوى منذ قبل لعبت حوالي أربع أو خمس مباريات وأحرزت ثلاثة أهداف وهذا أمر رائع بعد فترة إصابة طويلة فأنا الآن أشعر بأنني أفضل نعم أنا أؤمن بنفسي كثيرا إذا لم أؤمن بنفسي فمن سيؤمن بي؟ كرة القدم في العقل وأعتقد أنني لم أفقد لمساتي أبدا أنا أتلقى الكثير من الدعم والكثير من الرسائل من جماهير الأهلي ومن كل الجماهير المصرية أعتقد أنها مسألة وقت فقط لأعود كما كنت من قبل فأنا أشعر أنني أفضل وأقوى كل يوم لأنني أتضرب يوميا وكل شيء على ما يرام معي أعتقد أنها كانت مرحلة كبيرة فاللعب للنادي الأهلي كان يساعدني كثيرا وكان العديد من اللاعبين الكبار يساعدونني وأعتقد أنه قد حان وقتي لأساعد الشباب في نادي سموحة كل شيء على ما يرام فالتجربة مختلفة أن تلعب في هذا المستوى الكبير وأيضا سموحة نادي كبير فالإثنان هما الأفضل الآن ومتشابهان كثيرا أنا لم أفقد إضافتي فأنا أركز كل مباراة وأركز في كل ما أفعل أعتقد أن اللعب للنادي الأهلي هو أفضل مرحلة في مسيرتي اللعب للأهلي ساعدني كثيرا لقد التحقت بالفريق كفتى صغير والأهلي صنع مني رجلا لذلك أعتقد أنها كانت أفضل لحظة ولا يمكن أن أنساها في مسيرتي كنت حزينا جدا حينما تركت الأهلي لكن هذه هي كرة القدم يجب أن نأتي ويجب أن نرحل ما يظل هو النادي فقط وكل مدرب حر إذا رفض لعبا معينا فأنا حزين أني تركت نادي كبير لكن لم أحزن حينما تركاني المدرب غادر فهذه كرة القدم الجميع يأتي ويرحل أتمنى لموسماني الحظ الأوفر في مسيرته وأتمنى له الأفضل مع ناديه في السعودية فلا يوجد ضغينة فهذه هي كرة القدم كما تعرف أعتقد أني كان لدي لحظات جيدة معه ومع الفريق أنا لعبت مع الفريق ولدينا ذكريات رائعة فلا يوجد شعور سيئ اتجاهي أنا أتمنى له الأفضل نعم أنا شاهدت المواراة وكنت سعيدا جدا بعد هدف رامي ربيعة في بداية المواراة وعرفت أن الأهل سيفوز بعدما تعادلوا في تونس عرفت حينها أنه فاز بالفعل لذا كنت سعيدا جدا وأبارك للعبين والجماهير والإدارة أيضا لازلت على تواصل مع بعض اللعبين بالطبع هم أشغولون كثيرا بسبب المباريات لكن من فترة الأخرى نترسل ونتكلم علي معلول صديق مقرب لي أتمنى له الشفاء العاجل وأعرف أنه رجل قوي جدا وأنه سيعود أفضل منذ قبل لديه الخبرة ويعرف ماذا عليه أن يفعل وكيف يعود لأفضل مستوياته أتمنى له الأفضل وأن يتعافى سريعا أود أن أقول لجماهير النادي الأهلي أن يظلوا على إيمانهم بالنادي وأن يحافظوا على دعم اللاعبين وأن يظلوا مؤمنين بهم وأقول لهم أنني أقدرهم كثيرا على الدعم الذي لقيته عندما كنت بالفريق وحينما غادرت وحتى الآن فهم لا زالوا يرسلونني ويتمنون لي الأفضل في مبارياتي وفي كل ما أفعله فأنا أقدر دعمهم كثيرا هذه هي كرة القدم إذا كان لدي فرصة فأود العودة لكن إذا لم تتح لي الفرصة فهذا ليس معناه أنها نهاية كرة القدم ففي كرة القدم نظل نتحرك فهي عبارة عن رحلة في النهاية أتمنى الأفضل لنفسي وللنادي الذي ألعب له نعم أنا سعيد من نفسي وسعيد أن بعد عامين من الإصابة قمت بالعودة ولم أعد ضعيفا بل عدت أفضل وأقوى لعبت خمس مباريات حوالي مائة دقيقة تقريبا وأحرصت ثلاثة أهداف فأنا لم أكن أمزح حينها أنا سعيد بالفعل بنفسي جونيوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو إن شاء الله، عببي، 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 عببي،